ما يزال تحت هذه الأرض شبح الموت يخطف بين الحين والآخر أرواح ضحاياه بصورة أو بأخرى أربعة أطفال كانوا يلعبون قرب منزلهم في قرية شرق الموصل انتهى بهم المطاف ما بين شهيد وجريح بسبب المخلفات الحربية فرحتهم راحوا على بيت جدهم داي فرحون كلهم التموا على بيت جدهم طلعوا من البيت وعلى العقار وطقت بهم هاي الفرحة تحول إلى مأساة إلى مصيبة ولله الحمد أطفال بعمر الورد سالت دماؤهم على هذه الأرض كانوا يلعبون لتسلية أنفسهم ولكنهم لم يعلموا بأنها المرة الأخيرة فقد كانت اللعبة هذه المرة مع الموت بنفسه هذا صالوا سبع سنوات أكثر هذا مخلفات الداعش زين وطفل دا يلعبون وهذا القنبلة ما نعرف لحد الآن نتيجته شنو يعني شنو من نوع القنبلة ما نعرف رمانة ما نعرف صاروغ ما نعرف أي شي منه سنوات مرت على تحرير نينوا وما تزال المخلفات الحربية والألغام تغطف أرواح الضحايا وسط شكاوا كثيرة من ضعف الجهد الحكومي في تطهير الأراضي ماكو توعية المفروض توعية من المنظمات بالمدارس كل مكان يعني بلا الطفل ما يعرف كناية رابع حالة صير بسهل نينوا ولحد الآن أكو السخلف مفرق عزاوي اللي أنا شايفهم بلا 12 قذيفة هاو الموجود يعني وما كن شالوها بينما يستمر هذا الشبح المختبئ تحت الأرض بحصاد الأرواح فإن وزارة البيئة تتوقع أن نينوا تحتاج إلى خمس سنوات أخرى على الأقل للخلاص من حقول الموت والمخلفات الحربية وهذا بحسب ما أعلنت عنه الوزارة في مطلع هذا العام من الموصل محمود الجماس قناة التغيير